أخيرا ترتيب الأحداث يوم القيامة يبعث الناس من قبورهم يقوموا في أرض المحشر قياما طويلا فإذا طال المقام واحتبسوا ودار الناس على الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مقام الشفاعة قبلها في طول المقام الحوض المورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم يسقى منه صالحه أمته عندما يطول المقام بالناس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يسد عنده تحت العرش وعند العرش تعرض الأعمال على الله بعد ذلك يكون الحساب تطاير الصحف وجدال معاذير ثم ختم على الأفواه وقراءة الكتب بعد ذلك كل واحد يقرأ كتابك وشوف كل الأعمال التي عملها ثم الميزان توزن الأعمال ثم ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج اليهود مع اليهود نصارى مع النصارى الزنار مع الزنار مرابون مع المرابين صالحون مع الصالحين أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ونظراءهم وأشكالهم ثم يضرب الله الظلمة على جهنم ويضرب الجسر عليها وصير خدعة المنافقين يسقطون في النار المؤمنون يمرون على الصراط فينجو من ينجو ويخدش من يخدش ويسقط من يسقط من أهل التوحيد والأنبياء يقولون الله ما سلم سلم ثم بعد ذلك يكون هناك قصاص على القنطرة ثم دخول الجنة بعد ذلك وطبعا أهل النار يسحبون إليها سحباً ترجمة نانسي قنقر